موسيقى نشرة الأخبار على قناة يمن شباب الفضائية نبدأها بالعنوين المقاومة الشعبية في البيضاء تسطر أو تسيطر على عدد من المواقع العسكرية التابعة للحوثيين في قيفا بردع موسيقى رئيس الأركان برفقة قائد التحالف يتفقدان قوات المنطقة السادسة والجيش الوطني صد هجوم للحوثيين بمديرية خوب والشعب مصرع قياديا حوثي وأربع من مرافقيه في غارة لطائرات التحالف غرب تعز موسيقى أهلا بكم أكد رئيس الوزراء دكتور أحمد عبد بن دغر خلو اليمن من شلال الأطفال الذي قد يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة وعلى ضرورة إنجاح حملة تحصين لتشمل جميع الأطفال دون استثناء وفي عموم المحافظات وأشاد رئيس الحكومة خلال تدشين الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلال الأطفال بجهود وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى التي تسعى لإنجاح الحملة والوصول بها إلى أهدافها في تحصين أكثر من خمسة ملايين طفل على مستوى اليمن دعا رئيس الوزراء أحمد عبد بن دغر نقابات هيئة التدريس في جامعة صنعاء والجامعات الحكومية الأخرى إلى رفع إضرابها والسناف العملية التعليمية وقال بن دغر خلال لقائه في عدن ممثلين عن نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء إن الإضراب لا يضر الميليشيا الانقلابية التي أدخلت اليمن في نفق مظلم وتريد من خلال مشروعها التجهيل ورجوع اليمن إلى مقاب لعام 62 وإنما يضر الطلاب وأصدر رئيس الوزراء توجيهة إلى وزارة المالية بسرعة النظر في كشوفات مرتبات الأكاديميين في الجامعة وصرفها وموجها أيضا في ذات الوقت بدراسة تسوية أوضاع الأكاديميين في الجامعة الأخرى مؤكدا أن جبروت وظلم الميليشيا الانقلابية سيزول قريبا كما أكد ممثلو النقابة من جهتهم أن ميليشيا الحثي والمخلوع الصالح سرحت أعضاء هيئة التدريس واستبدلتهم بأخرين لا تنطبق عليهم الشروط القانونية إضافة إلى قيامها بتوقيف رواتب أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات الحكومية وعلى رأسها جامعة صنع إلى ذلك أجرى وزير الخارجي عبد الملك المخلافي لقاءات مع سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين وبحث المخلافي مع سفراء التسوية السياسية وجهود إحلال السلام وكذا جهود حكومة اليمنية من أجل الأمن والاستقرار ومعالجة القضايا الإنسانية وأكد المخلافي أن الحكومة لا تزال تعول على دعم المجتمع الدولي الموحد من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بموجب المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 كما أشار إلى الجهود لتحرير المناطق الغربية في اليمن من سيطرة الانقلابيين تأتي في إطار السعي الجاد من الحكومة الشرعية لإيصال المساعدات الإنسانية وفرق الإغاثة إليهم حيث يمنع أو يمنع الانقلابيون وصولها وجدد السفراء دعمهم المستمر للحكومة الشرعية في اليمن والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة مشيرا إلى أن التوصل إلى حل سلمي وشامل وعودة الشرعية لليمن هو ما يدعمه المجتمع الدولي بكامله مهام صعبة وكثيرة ينتظرها الشعب اليمني من حكومته التي هب دفاعا عنها وعن شرعيتها مضحيا بالدم والمال في وجه عصابات الانقلاب والفوضى والدمار تحديات ماثلة تبرز مجددا أمام رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي تتعلق بمساعيه لإحلال الدولة عبر تنشيط وتفعيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية والقضائية وقبل ذلك استكمال ترتيب وضع العاصمة المؤقتة عدن وفي إطار جهود رئيس الجمهورية لإحلال مؤسسات الدولة وتحقيق أهداف التحالف العربي المتعلقة بإعادة الشرعية وتمكينها عبر مؤسسات الدولة جاءت زيارة الرئيس هادي الأخيرة للسعودية ومن ثم عودته إلى عدن إذ التقى الرئيس بمسؤولين سعوديين وبعدد من سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن وكان لافتا حرص الرئيس للحصول على مزيد من الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي ولكن من خلال منطق الدولة وعبر سلطتها الشرعية ويبدو أن نتائج زيارة الرئيس بدت إيجابية حيث تدور معلومات عن السعداد المملكة العربية السعودية وضع مليار دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني لتلاف انهيار العملة اليمنية ودعم للاقتصاد ناهيك عن أن زيارة الرئيس للرياض التي هي بمثابة عاصمة للتحالف العربي ومن ثم عودته إلى عدن نتج عنها تراجع التوتر في العاصمة المؤقتة عدن وحضرت الدولة وإن بشكل محدود عبر الوحدات العسكرية الرسمية وتسلمت مطار عدن الدولي فالشرعية وضمن معركة تثبيت الدولة عبر مؤسساتها الرسمية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإبهار قدرتها على إدارة المحافظات المحررة كمنظومة سلطة شرعية متكاملة ومنضبطة وماسكة بزمام المبادرة وسد أي فراغات تتيح برز جماعات وفصائل مسلحة تتعارض مع هدف إعادة الشرعية وترفض العمل في إطار مؤسسات الدولة الشرعية تبرز أولويات أخرى أيضاً أمام سلطة الشرعية لإحلال الدولة عبر مؤسساتها الرسمية إلى جانب دمج كافة الجماعات والفصائل ضمن الدولة والحد من انفلاتها ووضع حد لأية محاولة تمرد على رئيس الدولة وفي صدارة تلك الأولويات تسير أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتفعيل وتقديم الخدمات كتعبير عملي مقنع للمواطنين بما يسهم في تحقيق الهدف المركزي للمقاومة ولعمليات التحالف العربي المتمثل ذلك الهدف بإعادة الشرعية وإنهاء العنف والقضاء على الانقلاب ومن ثم استكمال خطوات بناء الدولة عبر تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار وصولاً إلى إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد تمكن أبطال المقاومة الشعبية من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في مديرية ولد ربيع التابعة لقيفة رداع بمحافظة البيضاء مصدر ميداني أكد أن المقاومة الشعبية شنت هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيا الانقلابية بين منطقتين العبل والمناسح واشتبكت مع المسلحين الحوثيين بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تمكنت خلالها من تطهير وتصفية مواقع حامة الحصم والأجشاش والخشعة الواقعة بين منطقتين العبل والمناسح أكد وكيل محافظة ذمار الشيخ محمد عبدالوهاب معوضة أن الوضع الميداني في مديرية عثم أفضل مما كان عليه في الأمس مؤكداً أن المقاومة الشعبية والجيش الوطني بعثم في تقدم مستمر وقال معوضة في تصريح اليمن شباب إن قتل الميليشيا على أطراف مديرية عثم بالمئات وأسراهم بالعشرات مؤكداً أن من أهم المكاسب التي حققها أبطال المقاومة في عثم هو أكسر حاجز الخوف التي حاولت ميليشيا الانقلاب زرعه في نفوس المواطنين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها ودعا الشيخ معوضة الحكومة الشرعية ورئاسة الجمهورية وقوات التحالف للقيام بدورها في دعم وتعزيز المقاومة في عثم للدفاع عن نفسها ومناطقها من ميليشيا الحوثية الانقلابية التي تقصف الأحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهون فتخوف الحوثيين بعد المعارك التي يتلقوها على الشريط الساحلي في المخاومة هو من سيطرة قوات التحالف الشرعية على الشريط الساحلي فيريد أن يأمنوا السلسلة الجبلية المطلة على الشريط الساحلي لتكون لهم مأمنا في الأيام القادمة ويصعب خروجهم إلا بتضحيات كبيرة ولكن مقاومة عثماء وكل الشرفاء والأحرار من كل المناطق المجاورة إن شاء الله لهم بالمرصاد ولن يصلوا إلى مآربهم أبدا مهما كانت التكلفة ومهما كانت التضحية إن شاء الله صدت قوات الجيش الوطني عدة هجمات شنتها ميليشي الحوثي والصالح على مواقع بمدرية خوب والشعف في الجوف وقال مصدر عسكريا الميليشيات حاولت التقدم نحو مواقع لقوات الجيش في صابيرين شرقية منطقة الشعب وأن قوات الجيش تمكنت من صدهم وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها وفي المصلوب تمكنت أيضا عناصر الجيش من إحراق عربة تابعة لميليشي الحوثي في جبهة سدأح تفقد رئيس هيئة الأركان العام اللواء الروكن محمد المقدشي برفقة قائد قوات التحالف العربي في اليمن اللواء الروكن إبراهيم الحربي الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية السادسة في الجوف وفي الزيارة ثمنت القيادات العسكرية الجهود والتضحيات التي تبذلها في سبيل مقاومة انقلاب الحوثي والسكمة لتحرير المحافظة والوطن من سيطرة الميليشياء الإرهابية أيها الأبطال أن شعبكم ينظر إليكم بفخر واعتزاز بفخر واعتزاز لما تحققوه ولكن نريد المزيد لأن العدو تهاوى وأصبح ضعيف لأن الشعب اليمني أنتفض في وجهه وفي وجه مشروعه والذي أراد اليمن أن يعوده إلى مربع الصفر وإلى مربع الفقر والجهل هذا وقد لقي قيادي حوثي بارز في محافظة تعز مصرعة مع عدد من مرافقه ثرى غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي وقال مصر عسكري أن طائرات التحالف شنت غارتين على تجمعات عناصر ميليشيا الحوثي وصالح بمنطقة الجبل النار شرقية مديرية المخة أسفرتا عن مقتل مدير عام مديرات مقبنة محمد هيل سنان وأربع من مرافقه وبعض عناصر الميليشيات في الغارتين هذا وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ملاحقة عناصر ميليشيا الحوثي وصالح شمال منطقة يختل والطريقة المؤدية إلى الخوخة والحديدة بعد السيطرة الكاملة على مدينة المخاءة الاستراتيجية أكد قائد اللواء 35 مدرع بتعز العميد الركن عن بنان الحمادي أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حققت تقدما جديدا في جبهة الحكوم حيث تمكنت من تحرير العديد من المواقع في منطقة الكعاوش وتبة الخزان وقال في تصريح اليمن شباب أن أبطال الجيش والمقاومة يخوضون معارك يومية ويصدون هجمات مستمرة لميليشيا الحوثي وصالح في جبهات الصلو والأقروض والمفاليس وهيجة العبد بالنسبة لقوة الجيش الوطني في منطقة الحكوم تقدمت في بعض المناطق التي كان العدو يسيطر عليها في منطقة الكعاوش وأيضا في تبة الخزان وهذه المناطق وإن شاء الله الأيام القادمة تبشر بخير إن شاء الله الصلو متمسكين في مواقع الدفاعية السابقة وكل يوم يصد فيها هجوم كبير للعدو ومناطق القتالية في جبهات اللواء المختلفة يخوض الأفراد مناطق معارك الدفاعية سواء في الأقروض أو في الصلو أو في منطقة المفاليس وأيضا للحكوم تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع ارتكابها لجرائم فادحة بحق أهالي قرية تبيشعة بمنطقة ربيع غرب مدينة تعز حيث تجبر الميليشيا أهالي القرية على ترك منازلهم ومغادرة القرية قبل أن تعبث بممتلكاتهم وتقوم بعمليات سلب وحرق وتفجير لمنازل المواطنين هذا وفجرت الميليشيا الانقلابية أمس الأحد سبعة منازل للمواطنين في قرية تبيشعة كما تضررت نتيجة التفجير منازل أخرى هذا واضطرت أيضا أكثر من مئة أسرى في منطقة تبيشعة للنزوح والتشرد وترك منازلها ومساكنها بعد حصار المنطقة من قبل الميليشيات الانقلابية منذ عدة أشهر وقطعها للطرق ومنعها وصول المياه والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى السكان بالإضافة إلى تعرض المنطقة للقصف العشوائي والقنص من قبل مسلحية الميليشية هذا وقد قامت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بتوفير مقر إيواء مؤقت للنزحين في منطقة دحي بتعز وتوزيع بعض المساعدات الإيوائية والإغاثية كما دعت كافة المنظمة الإنسانية وشركاء العمل الخيري العمل على تلبية نداء الواجب والعمل أيضا على توفير مقر إيواء للأسر النازحة وتقديم المساعدات الغذائية والإغاثية والصحية بصورة عاجلة شنت طائرات التحالف سلسلة غارات على أهداف الميليشي الحوثي وصالح في عدة محافظات واستهدف القصف الجوي مخزنا للسلاح في كلية الطيران بصنعاء ما أدى إلى اندلاع انفجارات عنيفة ومتوالية استمرت لساعات في المخزن كما استهدفت الطائرات مواقع للميليشي الانقلابية في مديرية الصرواح غرب مأرب وبالتزامن مع ذلك شنت ثلاث غارات على مواقع وأهداف الحوثيين وقوات المخلوع في نهم شرق العاصمة الصنعاء تظاهر العشرات من موظفي وزارة المالية ومصلحة الضرائب أمام مبنى الوزارة في العاصمة الصنعاء وذلك للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ عدة أشهر من قبل سلطة الانقلابيين واحتج الموظفون أمام وزارة المالية مطالبين وزير مالية الانقلابيين بسرعة صرف مرتباتهم كون أن الوزارة لها إيرادات من مختلف الجهات والقطاعات الحكومية الخاضعة لسيطرتهم باتت ميليشيا الحوثيين محاطة بالهلع الداخلي مما يدفعها لتنفيذ حملات اعتقال في محافظة الحديدة وعدد من المحافظات بشكل هسري التقرير التالي يصل تضوع على تحركات ميليشيا الحوثيين في مدينة الحديدة تتوالى الضربات العسكرية الموجعة التي تتلقاها جماعة الحوثيين وحليفهم صالح في مختلف الجبهات المشتعلة على خارطة اليمن فبعد كل انتصار نحققه الجيش الوطني مسنودا بالتحالف العربي ينحسر فيه نفوذ الحوثيين وتتعاظم فيه خسائرهم البشرية والعسكرية الآلاف من مسلحي الحوثي وصالح التهمتهم نيران الحرب التي أشعلها على امتداد الأرض اليمنية خلال عامين وهو ما دفعهم إلى تجنيد اليمنيين بشكل إجباري كآخر الأوراق العسكرية في محاولة البقاء عشرون طفلا من نزلاء دار الأيتام بالحديدة كانوا آخر الضحايا حين اختطفهم مسلح الحوثي قبل أيام للدفع بهم إلى جبهات القتال بحسب مصدر حقوقي في المدينة لم تكن المرة الأولى كما أنها لن تكون الأخيرة فعشرات التقارير الأممية والمحلية وثقت آلاف الأطفال الذين جعلت منهم ميليشيات الحوثي وصالح وقودا لمعارك الخاسرة في جبهات المخاوميذ الساحلية ومع اقتراب قوات الجيش الوطني بمدينة الحديدة الاستراتيجية يتخبط الحوثيون فيها بشكل هسيري ويشنون حملات اعتقالات وملاحقات بحثا عن مقاتلين لتستمر هذه الحرب التي يجنون من خلالها ملايين الريالات لقد شكلت الجماعة لجنة للحشد والتجنيد ضمت كل قياداتها في الحديدة وفرضت على كل أسرة دفع مبالغ مالية طائلة كفدية مقابل عدم تجنيد أطفالهم وأطلقت خطابات تنوعت بين الترغيب والترهيب في محاولة لاستمالة السكان وتجنيدهم كلها مؤشرات تؤكد أن الانقلاب بات يلفظ أنفاسه الأخيرة لكن تركته على اليمنيين حتما ستكون ثقيلة دانت الحكومة الشرعية خطف ميليشي الحوثي وصالح 12 موظفا يعملون لدى المجلس النرويجي للاجئين في مديرية الحالي بالحديدة وقال وزير الإدارة المحلية في الحكومة عبد الرقيب فتح إن الحوثيين ذهموا مكتب المجلس النرويجي للاجئين وخطفوا العاملين فيه في عملية إجرامية منافية لكافة القوانين الدولية والإنسانية وطالب فتح بسرعة الإفراج عنهم محملا الحوثيين المسؤولية الكاملة عما قد يلحقهم من أي ضرر بمناسبة مرور الذكرى السادسة للثورة الشبابية السليمة افتتحت قوات الأمن الخاصة بمأرب فعاليات دور 11 فبراير في مقر المعسكر لتدريب وتأهيل منتسبيها وقال أركان القوات الخاصة بمأرب العقيد عبد الله صبري في تصريح لمن شباب إن الدور يهدف إلى تنمية المهارات المدنية أو أساقل المواهب لمنتسبي قوات الأمن الخاصة في المدينة هذا وينظم الدوري الذي يستمر شهرا كاملا عدة مباريات لكرتين القدم والطائرة ولعبتين الشطرنج والسباحة بين عدة فرق رياضية من منتسبي قوات الأمن الخاصة نهاية النشر وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها المقاومة الشعبية في البيضاء تسيطر على عدد من المواقع العسكرية التابعة لحوثيين في قيفة رداع رئيس الأركان برفقة قائد التحالف يتفقدان قوات المنطقة السادسة والجيش الوطني يصد هجوم للحوثيين بمديرية خب والشعف مصرع قياديا حوثيين وأربعة من مرافقه في غارة لمقاتلات التحالف غرب مدينة تعز وصلنا للختم مشاهديننا نلقاكم في رأس الساعة القادمة إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة